الاستفادة من مياه الامطار تستمر حتى وان مضت فترة طويلة نسبيا على سقوطها وذلك بفضل الاستراتيجيات التي تضعها الدول لزيادة المخزون الجوفي المائي وتلعب السدود دورا بارزا في كيفية ادارة مياه الامطار والاستفادة منها ومن هذا المنطلق قامت ادارة السدود بوزارة البيئة والمياه بفتح بوابات مخارج المياه المتجمعة خلف سدود اودية شوكا والكشيش والقصعة في المنطقة الوسطى بعد هطول الامطار في يوليو الماضي والتي تراوحت بين المتوسطة والغزير فائدة من فتح السدود بين فترة واخرى هي التعزيز الاستفادة من المياه المتجمعة في بحيرات السدود من خلال نشرها في اكبر مساحة ممكنة في المنطقة الواقعة خلف السد وبنفس الوقت هي تعمل على تعزيز المخزون الجو في المياه وتغذية طبقات الحاملة للمياه وتحسين نوعيتها والاستفادة منها في الأغراض الزراعي وبحسب تقرير الوزارة فان سد وادي شوكا تمكن من تخزين 275 الف متر مكعب من مياه الامطار بينما تمكن سد القشيش من تخزين 105 الف متر مكعب أما سد القصعة فخزن 10 الف متر مكعب أي ما يعادل نحو 86 مليون غالون مجتمع ويتم فتح بوابات مياه السدود وفقا للمتطلبات والمعايير الفنية القياسية لأرقى الممارسات العالمية بهدف نشر المياه في المناطق التي تقع خلف السدود لزيادة فاعلية تغذية المياه الجوفية معايير تتوافق واستراتيجية الوزارة المتمثلة في استدامة الأمن المائي ضمن مبادرة زيادة مساحة واستدامة كفاءة حصاد مياه الامطار لزيادة وتنمية المخزون المائي اشتركوا في القناة